تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حكب السلع والبيع بأسعار أزيد من السهر الرسمي حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 674 قضية أمونية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 755 طن وفي مجال حكب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 56 طن وفي مجال حكب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السهر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 628 طن وفي مجال عدم الأعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السهر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 61 طن أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 912 قضية من بينها 260 قضية خبز ناقص الوزن و241 قضية خبز غير مطابق للمواصفات